السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد انتبنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى اخير اليوم سوف ندر معكم كيكا بالليمون كتجي رائعة واقتصادية انتبنا تبقى معي حتى الاخر فيديو سوف تشوفوا الطريقة و تشوفوا المقادير بسم الله على بركة الله إليكم المقادير سوف ندروا جوش بيضات المقادير بسيطة جدا ميات جرام ديال السكور او كاس صغير نصف كاس ديال الزيت سوف نخلط كل شيء مكونات اللي قمنا نضيف ملعة الخل ونضيفوا كاس ديال البرتقال وراءة عقل ونضيفوا 0.5Pl سوف نضيف لكيس او سوف نضيفة اضافة الخميرة يمكن ان اضافة جيدة لقد قامت بسرعة حلواني اضافة و دهون زبدة نقص النار 180 درجة صفي النار مهيلة نشمر الكيكا ونخرجها من الفران نجيب واحد الكسرونة لنصيب الكريمة البرتقال نصفي 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 في حلاكة نضيف ثلاثة المعلق للنشغ السكور يبقى على حسب الدق نضيف ثلاثة المع breadth و نضيف ثلاثة المعهل كبير النضيف صفي و نضيف نضيف من المعهل كبير بعض المعرق نضيف الفرهات تقوى على الجواني يحرس يجب كيكا مقرمشة من الجوانب ومنها تسدد الفراغة لا تهبط لنا الكريمة سدد الفراغة اللي في الجوانب كاملين سوف نكب الكريمة من الفوق سوف نضيف الكريمة نكبها على الكيكا و نجعلها تبرد قليلا ندخلها كاكسخونة سوف نزينها نقدمها بصحة و راحة تزين كيبقى على حسب الاختيار نستطيع تخليها انا درت عليها غير هاتو كشرائح ديال البورتقال هنتم من بعد ما خرجتها من تلاجة صافرها بردات جت رائعة والمدق ديالها رائع والمكونات بساط كيكا اقتصادية وكتوجد ضغياء وهذا هو الشكل ديالها النهائي نتمنى ان شاء الله تعجبكم و نتمنى تدعموني و تديروا لي اللايك الفيديو و تشتركوا عندي في القناة اشكركم كاملين على المشاهدة و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و نلتقي ان شاء الله مع فيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة